تشهد محافظات جنوب العراق الموت المنتشرة في جنوب العراق محملين هذه الأحزاب التدهور الكبير على كل المستويات في العراق وردا على هذه التظاهرات الاحتجاجية قامت الحكومة وميليشياتها بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فقتلت 21 متظاهرا وأصابت مئات آخرين كما تعرض عدد آخر من المتظاهرين للخطف والتعذيب وإلقاء جثث المختطفين في الشوارع فيما أرسقت تهم الإرهاب والعمالة بالكثير من الناشطين في هذه التظاهرات صحيفة الفاينانشال تايمز الأمريكية قالت إن استمرار المتظاهرين في الحراك السلمي برغم البطش الحكومي يعكس حالة اليأس والإحباط الذي يشعر به الشباب في العراق الذي تفتك به البطالة وضيق ذات اليد وعدم القدرة على تلبية متطلبات العيش الكريم ترجمة نانسي قنقر